في محافظة قنة تابع فريق مؤسسة حيا كريمة آخر تطورات المشروعات التي يتم تنفيذها للأهالي في مركز ديشين وتضم هذه المشروعات عددا من القطعة حيث تم الانتهاء من بناء جناح جديد وصور لمدرسة السلام الاعدادية المشترقة بالإضافة إلى صيانة ورفع كفاءة عدد من المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية وفي قطع الخدمة الحكومية تم تسليم مجمع خدمات المواطنين في ديشنا وفي قطع الشباب والرياضة تم تجديد المبنى الإداري لفاو قبلي وإنشاء ملعب نبيل انتهت 95% من أعمال تنفيذه